الحليب المكسخ طريقة احترافية كل عام وانتم بخير نجيب زبدة دافئة بحرارة الغرفة ربع كوب خمسين جرام وماء ساخن نصف كوب ميت جرام نصف ملعقة صغيرة ملح وسكر واحد كوب متين جرام وحليب بودرة واحد كوب ميت جرام نخلط المكونات كلها مع بعض شايفين هيك تقريبا اصبحت جاهزة نحطها في عبوة ممكن نخزنها بالتلاجة لمدة اسبوع ممكن بالفريزر او المجمد ست شهور تقود معنا بالمجمد كتير هي رائعة شايفين كيف بما انه اغلب وصفاتي للكيتو دايت واغلب وصفاتي الصحية ان شاء الله قريب حنزلكم وصفة حليب مكسف للكيتو دايت بدون سكر كل عام انتو بخير ورمضان كريم